مما تنولته الصحف الرياضية المحلية الصادرة لنهر اليوم الموافق للعاشر سبتمبر 2016 والبداية مع صحيفة الشباك ونت عنوانات في صفحتها الأولى صدام العمالقة لبلوغي القمة في إشارة إلى قمة الدور الإنجليزي والدرب المرتقب بملعب أولترافورد بين مونشستر يونيتد ومونشستر سيتي وقالت الصحيفة رغم وزن اللاعبين الذين يضمهم كلا الفريقان إلا أن الأنظار ستكون مصوبة نحو المدربين البرتغالي جوزي مورينيو والإسباني بيب كوارديولا والذين تحولت صدقتهما إلى عدوة في الكثير من الأحيان لكن هذه المرة على الملعب الإنجليزي يومية كومبيتيسيون نطقة بالفرنسية قالت بأن وضعية الحارس بولحي مع فريق هانطاليا سبور التركي تقلق الاتحادية الجزائية لكرة القدم خاصة وأن النادي التركي أصبح في غينا عن حارس عارين الخضر بل وطلب منه إيجاد فريق وهو الشيء الذي رفضه الحارس حسب ما وردته الصحيفة خاصة وأن عقدا بولحي ما زال لم ينتهي بعد مع النادي التركي وهو ما دفع بالحارس السابق لفيرادلفيا يونيون الأمريكي إلى التفكير في متابعة الفريق التركي قضائيا يومية بلانت سبورا ناطقة بالفرنسية أيضا قالت بأن الناخب الوطني الأسبق والحالي للمنتخب الياباني بايد علي لوزيجي يمنع لعبيه من الضحك بعد المباراة التي خسرها أمام الإمارات بثنائية لهدف واحد ضمن الجولة الثالثة من تصفية كاس العالم وهو الشيء الذي لم يهضمه المدرب البوسني وأضافت الصحيفة بأن الاتحاد الياباني لقرة القدم أراد التوسط بين اللاعبين والمدرب لتحسين العلاقة بينهم ترجمة نانسي قنقر